اشتركوا في القناة 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 الملاعب اني جي للصناعة كانت موجودة في قلب النادي وكان فيها الاكاديميات وما كانش فيه خصوصية لعضو النادي دلوقتي تم ملاعب او انشاء ملاعب جديدة في النادي الاهلي في الشيخ زاد ببوابة جديدة بباركينج جديد علشان تخدم الاعضاء وتخدم غير الاعضاء المشتركي في اكاديمية النادي الاهلي وتم تخصيص الملاعب داخل النادي الاهلي للاعضاء تقسيمها مرة اخرى وللاعضاء اللي وقفين فيه دلوقتي السيد اللواء مدير النادي الاهلي فرع الشيخ زايد المهندس سامح كابتن محمود الخطيب ده المسجد كابتن محمود الخطيب حريص دايما انه نتفقد كل المنشآت كان حريص ان يكون متواجد دايما في التجمع الخامس ايضا في الانشآت اللي تمت في مدينة نص في الجزيرة وايضا تم فيها انشآت كبيرة ودايما كل البرنامج اللي وعد به الكابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته هنا بقول الكابتن محمود الخطيب دايما ومجلس ادارته ان النادي الاهلي عمل مؤسسي عمل بيعتمد على الجماعية لكن كابتن محمود الخطيب هو رئيس مجلس الادارة فدايما حريص بالمتابعة بنفسه ما بيعتمدش على الكلام او التليفونات او التقارير لازم يروح بنفسه لازم يروح يشوف العمل بنفسه وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة اللي موجودة في العالم كله يحسب للنادي الأهلي وإدارته إنه بيتم إنشاء ويتم الاستمرار في العمل في المنشآت في النادي الأهلي حاجة عظيمة مسجد ياليك زي ما بقول لحضراتكم مسجد ياليك بأعضاء النادي الأهلي شايفين ده هنا من الداخل وزي ما بنقول يعني هو دلوقتي في مرحلة التشطيبات النهائية يعني بعد شهور قليلة إن شاء الله بعد شهور قليلة يعني هتلاقوا إن شاء الله الافتتاح ويكون هنا على قناة النادي الأهلي كل المشاهدات الجديدة سواء المسجد اللي احنا بنشوفه لحضراتكم شفنا من قبل المسجد في التجمع الخامس حاجة يعني على طراز عالمي زي ما بقوله هنا الاهتمام بالرخام الاهتمام بالتفاصيل الاهتمام بالتشطيبات الاهتمام بالدكورات والمهندس سامح يعني حقيقة الراجل لا يكل ولا يامل دايما متواجد بنفسه دايما متواجد بكل التفاصيل دايما متواجد في كل شيء عشان زي ما بقوله حضراتكم حاجة طليق بأعضاء النادي الأهلي وكل اللي وعد به الكابتن محمود الخطيب في البرنامج الانتخابي وبالعكس ده كمان خرجوا عن البرنامج الانتخابي في حاجات كتير جدا بعد ما البرنامج انتخابي تحط ولو في حاجات ممكن يعملوها تخدم أعضاء النادي الأهلي بدأوا يشتغلوا فيها من غير بالرنامج ان هو ده النادي الأهلي زي ما قلت لحضراتكم الدورة دي لها النصيب الأكبر في الشيخ زايد اتعامل قبل كده مجمع للبنوك بيخدم ويساهل عملية التعامل مع البنوك بالنسبة لأعضاء النادي الأهلي شفنا مجمع مجمع الصلاة سكواش وجنباز والعاب الصلاة شفنا ملاعب النجيل الصناعي شفنا البوابات بنشوف دلوقتي المسجد وقريبا أيضا المبنى الاجتماعي في النادي الأهلي الشيخ زايد نتمنى إن شاء الله كل التوفيق كابت محمود الخطيب وكل مجلس إدارته ان دايما بيشتغلوا دايما يعني علشان يكون النادي الأهلي رقم واحد في كل المجالات سواء في الرياضة كرة القدم ألعاب الصلاة وكمان في البنية التحتية النادي الأهلي يكون من أفضل لندية الموجودة في مصر